السلام عليكم مربيين الدواجن في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم معكم دكتور سامح عسل وحلقة جديدة بعنوان الرطوبة في فصل الصيف في عنابر الدواجن كل مربيين الدواجن خصوصا في الخليج العربي ودولتنا الحبيبة الإمارات أو في وطننا العزيز مصر بنعاني من مشكلة الرطوبة في فصل الصيف مشكلتنا في فصل الصيف إذا زادت الرطوبة الخارجية خارج العنبر عن القدر المسموح به كده الرطوبة داخل العنبر بتزيد جدا وده بيقلل نسبة الأكسوجين المتاح داخل العنبر فتلاقي العنبر اتخنق مع أنك فاتح كل المراوح إلا أن تلاحظ أن العنبر اتخنق والدجاج بيموت مش من الحر بيموت من زيادة الرطوبة دايما معظم العنابر بتكون معتمد على العنصر البشري يعني حتى لو أنت مركب لوحة التحكم برضو بتلاقي العنصر البشري هو له دور في السيطرة على موضوع الرطوبة والحرارة وتحديد عدد المراوح والكلام ده كله نادر لما تلاقي نظام مغلق 100% طيب هنا بقى دورنا في الحلقة دي نوضح لحضرتك أو للعمال عند السيطتك إزاي نتعامل مع العنابر في فصل الصيف خصوصا أنك بتعتمد على التهوية النفاقية أو حالات تبريد والمراوح والكلام ده لكن في البداية ما تنساش تشترك حالا في القناة ولو مشترك ما تبخلش علينا باللايك الجميل علشان نبدأ على بركة الله أهلا وسهلا بحضرتك دلوقتي احنا بنعتمد في فصل الصيف على أنك بتفتح المراوح كلها وبتزود خلايا تبريد مية بتملى الخلايا مية أحيانا في فصل الصيف هنا في الإمارات أو في مصر في الدول الحرة تجد أن العامل بيقولك أنا يا دكتور فاتح المراوح كلها مالكش حاجة بقى يا دكتور وفاتح التبريد كله وقاعد لا ما باليد حيلة يعني ما فيش في إيدي حيلة أكتر من كده ومع ذلك الفراخ بتنهج والجو حار والدنيا مش مزبوطة طيب هتلاحظ سيادتك أن الوضع ده غير مميت يعني الفراخ ما بتموتش لكن بيبدأ النافق عند نفس العنبر ده أو نفس العامل ده من بعد غياب الشمس طول ما الشمس يعني في فترة النهار الجو فعلا بتكون حرارة عالية فهنا المية فعلا ليها دور في كسر حرارة العنبر ماش تمام أول ما الشمس بتغيب بيظل العنبر محتفظ بحرارة فترة لاتا كلها عن ساعتين وتلاقي الرطوبة زادت فهنا العنبر دخل فيه كمان رطوبة مع ارتفاع الحرارة في الحالة دي لازم أنت كعامل أو أنت كصاحب مال تاخد بالك من نقطة مهم جدا مع غياب الشمس تاخد بالك يوميا يعني خلي ده كده جرز انظار الشمس غابر في كده أطلع من قطي أشوف الهواء الخارجي أدخل عن بري واشوف هل في رطوبة النهاردة عالية أو أتابع أخبار الطاقس ولا رطوبة النهاردة مش عالية لو رطوبة عالية على طول أقل الميا ما سبحاش 24 ساعة الخلايا 100% ميا ممكن أنزل لـ 30% ميا طبعا المراوح كلها مفتوحة لأن أنا محتاج المراوح ومحتاج سرعة الهواء في نقطة كمان تاخد بالك منها في موضوع سرعة الهواء في ناس كتيرة مش مركبة شطر أو شباك قدام خلايا التبريد يعني خلايا التبريد طويلة عريضة ما شاء الله مش هاللي من 12 متر في 2 متر ونص تبص تلاقي الموضوع يعني خلايا التبريد واسعة ومليانة يعني مفتوحة كلها لكن ده بيكون دار لو ما فيه شطر ما فيه شباك وجود الشباك بيزود سرعة الهواء بمعنى أنا فتح المراوح كلها تمام أنت راجل تمام وفتح الست سبع مراوح لكن لما بيكون خلايا التبريد مفتوحة كلها من غير شطر من غير شباك كده سرعة الهواء بتكون ضعيفة فما بتحسش بأي تأثير أو فايدة من فتحة المراوح لكن لما سيادتك بتقلل أو بتعمل شطر وشباك قدام خلايا التبريد ده بيخلي سرعة الهواء تزيد داخل العنبر زي مثلا فكرة خرطوم الميا لما تيجي ترش مياه قدام باب بيتك أو تسق الزرع بتبص تلاقي الستك لأول ما تضغط بصباعك على خرطوم المياه وتقلل فتحة الخرطوم سرعة المياه بتزيد هي نفس الفكرة المراوح سابتة يعني قوة كمية الهواء أو كمية المياه في نفس المثال كمية الهواء اللي دخلها كمية سابتة ولكن لما بتقلل الفتحة بتاعة خلايا التبريد من خلال أنك تعمل شطر أو شباك قدام الخلاياه ده بيديك سرعة في حركة الهواء والسرعة الهواء دي بتقلل الإجهات جدا خصوصا الرطوبة يعني عايز تقلل تأثير الرطوبة بتزود سرعة الهواء دلوقتي ننتقل لنقطة تانية السوائين أو سائقي الدجاج اللي بيشيلوا الفراخ من العنابر للمجازر معظم السائقيين أحيانا في فصل الصيف بيرشوا مياه على السيارة قبل ما يتحركوا علشان ترطب على الفراخ الحركة دي جميلة جدا لكن احترس واخد بالك من نقطة وانت راكب السيارة يعني انت عارف الجو النهاردة هيكون في رطوبة ولا مفيش من خلال خبرتك وإحساسك بالجو انت شايف ان الجو في رطوبة عالية ما ترشش مياه كتير بالعكس ممكن تتحرك بسرعة أفضل من غير ما ترش مياه شايف ان الجو حر وجاف وجو نار بس ما فيش رطوبة عالية ترش مياه وبرضو تتحرك بسرعة المياه يعني لازم يكون معها حركة ما ينفعش حضرتك وانت بتحمل ترش مياه وبعد ما تحمل تشرب سجارة أو تعد على كافتيريا تشرب شكوبات شاي وبعدين تتحرك الكلام ده خطير لو كان الجو في رطوبة وما فيش رياح يعني انت لما بترش مياه انت بتزود المشكلة مش بتحله فلما يكون الجو حضرتك في رطوبة اوعى ترش مياه الا بالقدر الكافي واوعى تركن تشرب سجارة أو تشرب حاجة ساعة اوعى لازم على طول وحتى رش المياه ما ترشش لو انت بتتحرك يعني خلاص حملت والرجالة بتحط الحبل وبتشد على السيارة من ورقة تمام رش مياه وانت طالع من باب المزرعة ما ترشش مياه وتقعد تمضي ورقة او ما ترشش مياه وتقعد تتكلم مع فلان وتعمل مكالمة تليفون عشر دقايه لان خلاص ما فيش رياح دي يعني خطر جدا الجو في رطوبة وما فيش رياح وانت بتزود مياه انت كده بتعمل مشكلة كبيرة جدا لو ما نفقتش معاك لو ما حصلش نافق في السيارة بتأثر على جودة الزبيحة وبتعمل بي جريد واحتقان ومشاكل كبيرة جدا في المجزر فاخد بال حضرتك لازم الجو اللي في الرطوبة ده اتحرك ما ما عودش في الكافتريات اطلع بمنتهى السرعة علشان توصل الامانة لصحابها في المجزر طيب النقطة التالتة بالنسبة للصيف دايما عندنا مشكلة الكوليستريديا بتكون هي المنتشرة في فصل الصيف لان الكوليستريديا مرتبطة بالفرشة والرطوبة بتزود الكوكسيديا وبتزود الكوليستريديا نقص الاكسوجين في الجو عمتا ونقص الاكسوجين في الفرشة بيزود الكوليستريديا الكوليستريديا دي هي موجودة جوه الفراخ اصلا بس بتنشط مع الاجهات الحراري او نقص الاكسوجين في الهوى او نقص الاكسوجين في الفرشة فلوز سيادتك ما اخدتش بالك من الاول خالص انك تزبط فرشة العنبر بحيث الكوليستريديا ما تنشطش يبقى انت هتخش في مشكلة التحويل واتلاقي الفراخ على عمر 30 يوم مش جايبة الوزن المناسب احنا هنا في الامارات بنبيع على عمر 30 يوم فانت علشان توصل لعمر البيع فرخة وزنها تمام ومعدل تحويلها عالي من اول يوم وانت بتحضن اصلا بتستلم الكاتاكيت ما تقفلش ما تستلمش على نص العنبر لا افتح تلتين العنبر يعني استلم على 3 اربع العنبر كل ما تزود المساحة اللي هتستلم عليها كل ما رطوبة في الفرشة هتقل خد بالك انت كده كده فاتح العنبر كله ففكرة انك تستغل المساحة لصالحك النقطة التانية ما تفرش النشرة كلها بسمك كبير مرة واحدة اذا كنت هتفرش في العنبر 100 شكارة خليهم 50 اول اسبوع وبعد على عمر 10 ايام كده تروح مدي الخمسين التانية كده انت برضو حافظت على جفاف الفرشة وبدل ما تيجي على عمر 14 يوم بدل ما تيجي تقلب وتعمل مشاكل لا هي العملية انت بتحط نشارة جديدة فتلاقي الفراخ لحد عمر مثلا 15-20 يوم النشارة جافة وبيضة والوضع امن جدا وده سبب بيخلي الكوكسيديا والكوليستريديا ما ينشطوش نجاحك في السيطرة على الكوليستريديا في الصيف لان من الاخر الصيف فرشة والشتا شباك يعني اخدها قاعدة وانت بتربي كده تاخد بالك ان الصيف حافظ على فرشتيك واس اوي وفي الشتا اخد بالي مش شباك كويس اوي يعني ادفي في الشتا لازم تدفي اوي اما في الصيف بطبيعة الحال انت محج فرشة تكون جافة ما فيهاش رطوبة عشان الوضع بيكون في التنفسي سهل انت كده كده بتهوي بزيادة يعني مفيش خطر مفيش هوا بارد فالامور بتكون سهل انك تسيطر عليها في الجهاز التنفسي اما الجهاز المعوي بيكون هو المشكلة الاساسية في فصل الصيف بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن الادينو والجنبورو في دول الخليج ودولتنا الحبيبة الامارات ارجو اللي ما اشتركش في القناة اشترك حالا علشان يصلوا كل جديد والمشترك طبعا ما يدخلش علينا باللايك الجميل علشان نصل لناس اكثر وبكده نكون وصلنا لليهات حلقتنا يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال كان معكم سامح عسل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته